أيضا رسالة أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ أريدك تتكلم عن برنامج كيكرز ومساويه عن مجتمعنا على أقل تقديم نصيحة ولو بسيطة يعني بداية نقول نسأل الله عز وجل شانه وتقدست أسماؤه ألا يسلبنا النعم واضح الآن هذه البرامج يعني حينما تنظر إليها تعلم مدى عقول الناشئة للأسف أبان الحرب العالمية الأولى أو الثانية ما أذكر قرأته في كتاب لا أريد أن أذكر اسم الكتاب لأن أحيانا يوجد ناس تتصيد هذا الكتاب عبارة عن أربع مجلدات هو كتاب يعني ديني سياسي كما يقال يذكر هذا القصة أن ألمانيا ما استطاعت أن تواجه فرنسا فماذا صنعوا؟ ميعوا الشباب ميعوا وقاموا بتميع الشباب حتى ظهر فيهم الجنس الثالث وأن أنا كنت ضد هذه الكلمة فلما فرنسا فوجئت بالحرب وجدت أنها لا تملك الرجال وجدت أنها لا تملك الرجال الآن دعك من هذه القصة لهذا لما ترى عقول الناشئة في هذه الانحطاط وفي هذه المستويات بداية أن نسأل الله لهم هداية لكن هؤلاء من أين خرجوا؟ خرجوا من بيتي ومن بيتك ومن جاري ومن جارك يدل على ماذا؟ يدل على أن الأم والأب يعني نسأل الله السلامة يعني أنا لا يعني أنا حينما أرى يعني الأب ليس مطلوب منه أن يكون ساذجا والأم ليست مطلوبة منها أن تكون رفيقة جدا لأن أحيانا غض الطرف الأب ورفقة الأم ورقة الأم تؤدي لفساد الأبناء علم الإمام مالك كانت أمه تأتيه كان الإمام مالك عيناه بلون الأزرق فكان الإمام مالك له صوت شجي جميل فينشد الشعر فجأته ومسكته وقامت بلف العمامة على رأسه وضربته على رأسه وقالت له إلحق بربيعة وتعلم منه الأدب علم؟ فهؤلاء ما خرجوا من فراغ يعني أبناء المجتمع حينما نراهم على برنامج كيك يصورون أشياء وينتناقلون بمستوى سذاجة وانحطاط أخلاقي طبعا هؤلاء ما جاءوا من فراغ يعني ما ولدوا فجأة وما ظهروا لنا فجأة وما سقطوا لنا عن القمر ثم رأيناهم فصدمنا منهم لا هو نتاج تربية محظة غفلة الأم وسذاجة الأب أو بالعكس علم؟ لهذا لا يضبط هذه الأمور لا تقول لي والله يضبطها كذا ويضبطها لا يضبط هذه الأمور إلا الدين لا يضبط هذه الأمور إلا الدين فقط فأنا أزدي نصيحة وغير أزدي نصيحة الناس أحيانا جلها إلا من رحم ربك لا تسمع سواء للمشايخة أو للدعاء للأسف إلا من رحم ربك لكن هؤلاء أنا نتكلم الآن من ناحية اجتماعية إذا كانت أعمار ما بين الخامس عشر والعشرين ويأتون بهذه الأمور فبالله يخبرنا متى هذا سيتزوج ويكون قائم على أسره ويربي أبناء وناشئة يعني يعلم مستقبل الأمة أو الوطن من جيل أبنائه يعلم مستقبل الأمة والوطن من جيل أبنائه لهذا نحتاج فعلا أن تشتد العصة أحيانا نحتاج أن تشتد العصة في إحدى الدول العربية ظهر ميوع في الشباب لا أريد أن أذكر اسم الدولة ظهرت ميوع في الشباب لدرجة أن الشباب يقضون أوقاتهم صباحا في الإجازات أو في غير في مدارس لكن في مساء ما بين مول وما بين أسواق وما بين إنترنت وشات وغيره فألزمت الشباب بعد السن الخامسة عشرة بعد الثانوية العامة ألزمتهم بالخدمة العسكرية إجباريا حتى تقوم بكبح هذا الأمر فنحتاج فعلا دراسة لننظر إلى واقع الشباب وفي النهاية في النهاية الشاب يخرج حسب مجتمعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت وقف على جبل أحد أبناء أربعة عشر سنة وأسامى ستة عشر سنة أو سبعة عشر سنة على الراجح قاد جيشا فعلي بن الطالب أسلم وهو صبي الشباب هؤلاء نتاج المجتمع يعني حينما ينشأ طفل يرى الأب يقدس المغني فلان والأم تقدس الفنانة فلان تتابع الموضة بالله الإبن هذا من سيقدس في العكس لو رأى هذا الطفل أن الأم تحترم العالم وبرامج العلماء وقال الله قال الرسول هذا ماذا سينتج على الأقل فيه بذرة خير لهذا الرجل الشاب الذي فيه بذرة خير نستطيع أن ننميها نسكب عليها الماء فتنمو لكن الذي يأتينا بلا بذرة قد زرعت فيه هذه المصيبة لهذه السخافات التي تراها هذه عقول تتفاوت والعقول على حسب الهمة فإذا تنافت الهمة مع الشباب لا عقول لهذا كما أسلفت في الحلقة الماضية قلت أن الأدب حسب العقل الأدب حسب العقول الله عز وجل ماذا قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون فنفى الله كمال العقل عن هؤلاء لأنهم ما استطاعوا أو ما أتقنوا أدب الاستئذان قال أكثرهم لا يعقلون بالله أخبرني أولئك الذين يصورون أنفسهم وغيره بشطحات كما يقال هؤلاء ماذا لو أنزل فيهم آية ماذا ستكون معناها وما سيكون مضمونها إذا رجل لم يحسن الاستئذان على رسول الله قال تعالى أكثرهم لا يعقلون علم وفي النهاية الرجل لا يقاس لا بعمر ولا بسن لا بسن ولا يقاس بمال ولا بطول ولا بعرض الرجل يقاس بعقله بعقله لهذا تجد رجل كما قال دخل الرجل دخلت وفد على عمر بالخطاب فتقدم شاب صغير قال ارجع وقدم وليأتي أكبركم فقال يا أمير المؤمنين على رسلك إنما المرء بأصغريه قلبه و لسانه علم فهذا هو ميزان الرجل لهذا لما ترى هذه انتشرت نقول نسأل الله عز وجل شانه وتقدست أسماؤه لهم الهداية الذنب ليس بذنبهم إنما هم ذنب آبائهم و من العيب المشين أن نبقى نضغط و نقول الذنب كذا و الذنب على هؤلاء و الذنب أين الأب و الأم لأن ركائز التربية ثلاث كما قال تعالى سبحانه وتعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوئن و ما كانت أموك بغية ذكر الأخ و الأب و الأم هؤلاء ركائز التربية فإذا اختفى هؤلاء إذن اقرأ على البيت السلام وميوسف تفضل